وصوريخ جافلين وكذلك نظم الدفاع الجوي والأسبوع الماضي صدفنا معتمرا لنجل توفير المزيد من ذلك فالموقف الصلب هو الذي تفهمهم روسيا وبوتين صعد هذه الحرب وهذه المقاربة تكتسب أهمية كبرى مال حتى نرى انسحاب تام للقوات الروسية وتعزيز الموقف تفاوضي لأوكرانيا على طاولة المفاوضات لا يمكن إزالة العقوبات ما لم تغادر القوات الروسية أوكرانيا نريد أن نرى بوتين يسحب قواته ونرى أيضا استعادة كامل السيادة الأوكرانية ونريد أن نرى قدرة روسيا على تنفيذ مزيد من الهجمات تتوقف نريد خطة لعادة عمار أوكرانيا ونريد أيضا محاسبة الجنات أمام محكمات الجنات دولية ديمترو نحن نثمن دفاعكم وشجاعتكم وسوف ندعمكم دون هواد في مفاوضاتكم ومعا لن يهدى لنا بال حتى يفشل بوتين وتنتصر أوكرانيا ديمترو أحيل لك الكلمة شكرا لك أنا سعيد جدا أن أجري مباحثات ذات مغزى مع ليز أنا آسف أننا لم نلتقي في كيف ويحدوني الأمل أن نصدفك في كيف قريبا إن أوكرانيا كسبت المعركة في كيف لكن الحرب متواصلة ونحن نستعد لهجوم واسع النطاق جديد في شرق أوكرانيا سوف تسعى روسيا للاستلاع المزيد من الأراضي في منطقة لوغانسك ودونسك وسوف تسعى روسيا لكسب المزيد من الأراضي في خرسون وسوف تواصل روسيا هذه الهجمات وما شاهتموهم والفضائع التي شاهتموها في بوتشا ما هي إلا قمة جبل الجليد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وسطية أنا أقول لكم دون مبالغة ولكن بالكثير من الحزن بأن الوضع في ماريوبول أسوأ مما شاهدنا في بوتشا ومدنين وبلدات وقورة أخرى قريبة من كيف فضائع بوتشا وماريوبول وماكنة أخرى تستوجب عقوبات جدية مجاني مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأثمن كل ما تم حتى الآن ولكن ليز محقة فيما قالته فالغرب لا يزال يغذي آلة الحرب الروسية من خلال المدفوعات للوقود الحفوري الذي تحصل عليه أوروبا وكذلك من خلال العلاقات التجارية المستمرة بين روسيا والبلدان الغربية ومن خلال المعاملات المالية التي تم عبر البنوك الروسية التي لم يتم استبعادها من نظام سويفت بعد ناقشنا العقوبات التي يجب فرضها على روسيا دون أي تأخير ونحن نتفق أنا وليز على أن أوكرانيا والمملكة المتحدة متحدتان بشأن هذه القضية إن نصف التدابير لم تعود كافية أطالب من جميع شركائنا باسم ضحايا بوتشا وكذلك الشعب الأوكراني اتخاذ أقصى العقوبات ضد روسيا خلال هذا الأسبوع هذا ليس طلب من وزير خارجية الأوكراني وإنما هذه مناشدة من ضحايا الاغتصاب والتعذيب والقتل وأسرهم والأمة الأوكرانية بكاملها لدي عشرات الحجج التي يمكن أن تستخدم لعدل فرض هذه العقوبات على روسيا يجب طرح كافة حالة تردد وكذلك الاعتبارات الاقتصادية جانبا وتفكير بدل من ذلك في المعاناة الإنسانية والحاجة لوقف آلة الحرب الروسية حتى لا تقتل المزيد وتدمر المزيد في طريقها أدعو الممثلين لجانب زملاء وزراء الخارجية الذين لا يزالون يشكون في جدوى استبعاد البنوك الروسية من نظام سوفت ومواصلة شراء النفط والغاز والفحم الروسي أو تلقي أو استقبال السفن الروسية في موانئهم أو معالجة المنتجات التي تباع لروسيا وتشترى منها أدعو كل هؤلاء لزيارة بوتشا دون أي تأخير أن يزوروا القرى الصغيرة ويقفوا أمام المقابر الجماعية ليروا جثث النساء الأوكرانيات التي اغتسبنا قبل أن يقتلنا والتي تم إحرق جثثهن من قبل القوات الروسية أوجه هذه الرسالة لكافة وزراء الخارجية الذين سوف يجتمعون خلال هذا الأسبوع في مقر نيتو والاتحاد الأوروبي وكذلك في اجتماع مجموعة السبع إذا كان لديكم شكور بشأن الحاجة للمواصلة التعامل مع روسيا زوروا بوتشا أولا ثم تحدثوا إلي وهذا ينطبق أيضا على مسألة الأسلحة فقد كان هناك بعض تردد إزاء تزويد أوكرانيا بكافة الأسلحة التي طلبناها وهذا النهج هو ذاته الذي يجب أن ينطبق على الأسلحة كلما حصنا على المزيد من الأسلحة كلما اقترب موعد كسبنا لهذه الحرب ومنع روسيا من ارتكاب المزيد من الجرائم وأقدر جاهزية المملكة المتحدة للعمل بشكل وثيق مع أوكرانيا بشأن تحقيقات الخاصة بجرائم الحرب ومحاسبة الجناء وقادتهم العدالة دولية تصغرق وقتا لكننا سوف نركز على ضمان أن هؤلاء الجناء سوف يدفعون الثمن ما ارتكبوه بحق الشعب الأوكراني وبعد كل ما رأيناه أعتقد وهنا أكرر ما قالته ليز وأطالب أيضا طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان فأوكرانيا أثارت هذه القضية من قبل الآن نحن نشدد على القيام بذلك فورا أخيرا أود أن أقول أو أشير إلى نقطتين لقد ناقشنا كيف يمكن لأوكرانيا والمملكة المتحدة وبولندا تعزيز علاقاتها ضمن السيغة الثلاثية التي تم إنشاؤها قبل هذا العدوان والشهر الماضي أثبت أن بولندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة هي أقرب أصدقاء ونستطيع أن نحقق الكثير معا ورانا ثمت إرادة سياسية في لندن وورسو أيضا لبدل المزيد وأخيرا أود أن نواجه شكرا لليز وللمملكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة بكامل على كل ما قدمتمه حتى الآن وعلى تصميمكم بعدم توقف حتى تكسب أوكرانيا وينتصر العدل لأن نصر أوكرانيا سيكون نصرا للعدالة في أوكرانيا وأوروبا والعالم شكرا لكم سنتلقى الآن الأسئلة أتفضل شكرا العقوبات التي تقوم بها قطع شرط إلى بعض الأمور التي تطرحها مثل منع رسوية سفن الروسية في الموانع وكذلك المملكة المتحدة وتفكيرها في وقف إمدادات الطاقة الروسية هل لكم أن تحددوا موعدا لهذه الإجراءات وهل يمكن أن تحصلوا على موافقة البلدان الأوروبية بشأن هذه العقوبات التي تشمل ترد البنوك الروسية من نظام سويفت وكذلك العقوبات التي ترغبون في فردها هل أنتم مواثقون بأنكم ستحصلون على موافقة على هذه التدريب